السلام عليكم معكم اخوكم محمد حسن من قناة نسمات زراعية من اكتر الاسأل اللي بتجينا وخصوصا على صفحتنا على التك توك اليوزر بتاعها اسأل الشاشة لين النعناع عندي ضعيف او الاعواد بتاعته رفيعة والنمو بطيء في الفيديو ده ان شاء الله عن اختصر كل الاسباب والعلاج بتاعها باختصار شديد وقبل ما نبدأ في الشرح حبيت اوريكم ان النعناع سهل جدا في الزراع لدرجة ان احنا زرعينه على الجدار بدون اي مشاكل والنمو ممتاز وحبيت اذكركم ياريت تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجلس اول واشهر سبب معانا هو صغر حجم الحوض او حجم الماركن المزروع في النعناع وده في الغالب بيكون اشهر سبب لضعف نمو النعناع جزور النعناع سريعة جدا في النمو وبعد فترة بنلجاها عبت او ملت الماركن او القصيص المزروع في النعناع وزي ما انتوا شايفين قدامكم جزور ملت الماركن المزروع في النعناع ده النعناع ده مزروع في الماركن ده تقريبا من سنة وطبعا نمو النعناع في الحوض ده ضعيف جدا لان خلاص جزور ملت الحوض او الماركن لدرجة ان الغزاء صعب يوصل للاوراق لان زي ما انتوا عارفين الشعيرات الجزرية الشعيرات النعمة الصغيرة هي المسؤولة عن انتصاص الماء والغزاء ودي اصلا ما بقاش لها مكان في الحوض طيب وايه العمل في الحالة دي باختصار شديد حننقل النبات من الحوض الصغير الى حوض او ماركن اكبر طيب لو انت عندك اصلا الحوض كبير وحصلت عندك المشكلة دي حناخد عقل من النعناع الجديم الموجود عندنا ويفضل ان هي تكون بجزور وحنزرحها في نفس الماركن او ماركن كبير وبكده يكون عملنا تجديد لنبات النعناع اللي عندنا وللعلم بعد ما ناخد العقل احتمال يحصل الزبول عندي في النعناع ده عادي جدا وطبيعي جدا متوقع استمر في الري ان شاء الله النعناع حيرجع طبيعي زي الاول وبالطريقة دي يكون عملنا تجديد لنبات النعناع حيتطلع لأوراق جديدة صحتها افضل من الجديد وحتى انت لو زار عن نعناع في مراكن كبيرة يفضل انك تعمل العملية دي مرة كل سنتين بهدف تجديد النعناع المشكلة اللي بعد كده او النقطة اللي بعد كده وهي سوء تصريف الري ودي ايضا مشكلة من المشاكل الكبيرة اللي بتؤدي الى ضعف نمو النعناع ومش حتى النعناع بس في كل النباتات اذا كانت عندك سوء في تصريف مياه الري غالبا بتحصل عندنا مشاكل لان سوء تصريف مياه الري غالبا بيعمل لي اعفان في جزور النباتات والحل ان احنا لازم نستخدم مراكن يكون فيها فتحات تصريف مياه الري من تحت زي المراكن اللي قدامكم دي والمراكن لو اشتريتها وما فيهاش فتحات تصريف انت تحاول تعملها فتحات تصريف خفيفة باي االة حادة موجودة عندك ولو انت زارع في الارض وعندك مشكلة في نمو نباتة النعناع وايضا عندك مشكلة في سوء تصريف مياه الري مفيش حل عندك اللي ان انت تنقل النعناع في منطقة فيها تصريف مياه الري جيد النقطة اللي بعد كده وهي الظل الشديد النعناع عشان خاطر ينجح ويعطينا مجموع خضري جيد بيحتاج الى اضاءة عالية وايضا النعناع بيتحمل الشمس الشديدة لكن في فترة الشمس لازم نهتم بالري لان النعناع مش بيتحمل ايضا العطش الشديد فنخلي بالنا من النقطة دي مش بيتحمل الظل الشديد بيحتاج الى اضاءة عالية بيتحمل الشمس الشديدة لازم تبهن نقطة الري ما نعطش النبات لان احنا لو عطشنا النبات النعناع بيزبل ويموت المشكلة الاخيرة اللي معانا وهي سوء التربة المزروع فيها النعناع ودي احتمالية ان هي تسبب مشكلة النعناع بتكون ضعيفة بالنسبة للحالات اللي احنا ذكرناهم في الفيديو لان النعناع بيتحمل او بيتزرع في اغلبية انواع التربة الزراعية وايضا بيتحمل الملوحة الموجودة في التربة ولكن اذا زادت الملوحة عن نسبة معينة حيتسبب معايا ان النعناع ممكن يتقزم وحيكون النمو بتاعه ضعيف وايضا بعض الناس بتزرع النعناع في البتموس البتموس العادي مش البتموس المخصب البتموس العادي بدون ما نضيف لكمبوست او مادة عضوية بتكون تربة فقيرة جدا وده ممكن يسبب ضعف لنبات النعناع فلو انت هتزرع في بيتموس يفضل ان انت تستخدم بيتموس مخصب او ممكن تزرع في البيتموس العادي ولكن بشرط ان انت تضيف كمية جليلة جدا من الكمبوست بهدف تعويض المادة العضوية المفقودة والنقطة الاخيرة معانا وهي جص النعناع نعنا كل ما هنقصه كل ما هتطلع لنا اوراق جديدة بمجموع خضري ممتاز ولكن اذا طلعت ظهور على النعناع لازم نقصه فلن احنا لو سبناه النعناع حيبدأ ينشف عشان خاطر حيبدأ في تكوين البزور وخصوصا في الصيف لان النعناع نموه سريع جدا في الصيف في الشتاء بيجل نمو النعناع وايضا في الصيف بتظهر معايا الازهار فلازم قبل ما تظهر الازهار نبدأ نقص النعناع حنستفاد ان احنا نتفادى موضوع التزهير وايضا حيعطينا مجموع خضري ممتاز اتمنى يكون ان انا وفقت في الشرح واستفدت ولو بمعلومة واحدة واتمنى يكون ان انا ما طولتش عليكم وياريت لو استفدتوا بمعلومة واحدة تعملونا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس